علينا التخطيط وعليكم التنفيذ هكذا تتعامل إيران مع أذرعها في المنطقة ضمن سياسة أضرب ثم أنكر خلال صراعها مع أمريكا والخلافات القائمة بينهما بشأن تقاسم مناطق النفوذ سياسة سبق ومهدت لها إيران عبر إعلانها عدم مسؤوليتها عن سلوكيات من وصفتهم بالمتعاطفين معها في الخارج ولأن الحرب بالوكالة هي الخيار الأفضل والأقل تكلفة لكل من أمريكا وإيران بعيدا عن أراضيهما فإن طهران وعلى لسان العميد علي فدو نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أكد أن الرد على اختيار قاسم سليماني جاهز ولن يكون مناطا بإيران فقط بل بكل ما سماه محور مقاومة أي حلفاء إيران في المنطقة إحدى صور الحرب بالوكالة هو ما كشفته وكالة ريترز بشأن مخطط قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل مقتله لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق بعد اجتماع مع أبو مهد المهندس وقادة ميليشيات آخرين في منزل مطل على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد حيث أمرهم بشن هجمات ضد أهداف أمريكية في العراق باستخدام أسلحة إيرانية متطورة بالتزامن مع تصاعد التظاهرات المندلة بالنفذ الإيراني في البلاد إيران صاحبة تجربة حرب الثمان سنوات المريرة مع العراق باتت مدركة لخطورة المواجهة العسكرية المباشرة وهو ما دفعها لخيار إنفاق مليارات الدولارات على ميليشياتها التي يقدر عدد عناصرها بنحو 200 ألف منتشرين في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفقا للتقرير المحر الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني وهي قوة تتباهى بها تارة وتهدد بها تارة أخرى هذه الفصائل المسلحة وصفتها إيران بالعقائدية وبأنها امتداد لثورتها وبرهان ذلك إعلان ميليشيات حزب الله والعصائب والنجباء والخرسان في العراق ولاءهم المطلق لولاة الفقه في طهران وأنهم جنود رهنوا الإشارة للدفاع عن حكم ما سموه الإمام والثأر لسليماني وفي لبنان أكدت ميليشيا حزب الله أن رد محور المقاومة سيكون حازما بحسب وصفها وهو مشابه لما صرحت به ميليشيا الحوثي في اليمن تصريحات تخرج من داخل أراضي بلدان يعاني أهلها الأمرين فقر وبطالة وفساد سياسي وسخط وغضب شعبي متصاعد العامل المشترك فيها أن إيران كانت وما زالت هناك تدعم بميليشياتها أنظمة حكمها أو تهددها بها وتتسلط على شعوبها بعد أن خيرتها بين أن تكون معها أو مع أمريكا أو يكون السيف هو الحد فيها فشعوب المنطقة وأراضيها رهن ووقف تحت الوصاية الإيرانية ومشروعها الذي دفن لأجله عشرات آلاف المدنيين تحت الأنقاض